السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاري ما نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سوف نشارك معكم البانكيك بدون بيت طريقة ناجحة مليون في مياه لانه يمزلت الأخاوات التي لديهم حساسية من البيض ويبغيوا البانكيك بدون بيت طريقة سهلة كما تشوفوا معي يمزلت كثيرا نتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الأول حتى الأخير بالنسبة للتزيين يكون اختيارية قدرة التدين بهذه الطريقة الطريقة التي هي بسيطة ليس شيء مكلفة وكذلك ممكن تعملوهم على الطريقة هذه ندرسوا دبا المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله نتوقع ذلك تقني في المقادر هنا لدينا كسد الماء دائما العبار بالكسد العنبه المقادر ستجبرون دائما في صندوق الوصف هناك كسد الحليب تقني في ماء ولا تقني في ماء وليس لديه كسد الماء أو كسد الحليب نصف كسد السكر تقني في ماء كما تشوفوا معي يكوش بالتقني في ماء و هناك كاس و لكن لا أستعمل كاس في الأخير سأخبركم الكيمية سأخبركم بالكاس العنبة هناك فاني صغيرة فاني بودرة ستستعمل السيك فاني أو فاني ليكيد هناك أربعة معلقة كبيرة زيت المائدة و كما أقول لكم المقادر ستجبرهم بالجرامات أو بالملي أو بالكؤوس في صندق الوصف سأخبركم المكونات بالنسبة لخميرة ستستعمل 8 جرام أو صلات شئ الوصف يزال سأخبركم الخميرة لأنني نسيت لم أزلتها مع المكونات سأخبركم أيضا سأضع الحليب و كسا الحليب و كما أقول لكم تستطيع وضع الحليب بالنسبة لخميرة نضيف السكر نضيف المكونات نضيف الكأس المكونات بساطين وتضغية نضيف الكأس الثاني 9 شهر نضيف الكأس نخلط بالنسبة للقوام لا يوجد قوام الكيك لأن القوام الكيك سوف يدقص هنا أضفت كمية من الكأس الثاني كمية 100 جرام نخلط كمية من المساعدة من المساعدة لأن الكأس الثالث من المساعدة من المساعدة لأن أضفت الكهس نجمع الكيك لأنه يجد من المساعدة 250 جرام أربعة كيلو من الدقيق وممكن أن نقص الدقيق يجب أن تشرب أو لا القوم الخالط هو هذا لا يخفيف جدا لا يجب أن نفعله بصفة نهائية كما تلاحظون معي الكأس الثالث يجب أنه من نصف فقط الضياب مهم لأن الكأس الثالث يجب أن نفعل بغرير سوف أدعى القوم الخالط سوف تسخن مقلة جيدا لن تفضل نبغير ونجعل المقلة المقلة سوف يجب أن تجعلها السخوة ونجعل المقلة يجب أن تستخدم نجعل المقلة 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 يجب أن تتحرق وانا أنا لدي المقلة كبيرة وانا اضطت قليلا كيف تستخدمية حمرة النقطة تنقذ بالمقلة كبيرة تعاوية اقوم بحرق بسرق السرق الجزء اقوم بحرق بغرير متقب اتبعوا معي المقلقة ستكون صخونة ما تنقصوا النار لأن المقلة تكون سخنة جيدة كان يعمل الخالط سواء كبيرة سواء صغيرة لدي هذه القياسات الصغيرة لديها الصغيرة لم يكن يحتاج إلى الراس لأنها متوسط لأنها تتقب حيث في الجوانب لا يوجد حيث في الجوانب لأنها طيبة من الأسفل ومحمرة لأنها طيبة لأدخلها وقوم بزرق الفيديو لا يقدم يزرق الفيديو حتى تقلب كبيرة لا يحدث في الجوانب في جوانب لا يزرق الفيديو نمتظر كثير من الوقت لتقابة صغيرة ولكن الجوانب تكون طيبة من الجوانب لا تقبل الفيديو مجرد فقاعة صغيرة في الجوانب سوف نقلبها إذا كانت تتقبت لا تقبل الفيديو سوف نتركها لكي لا تقوم بخضرة من الداخل سخن المقلاء ومن بعد نقص النار لا تقوم بخضرة لتقوم بخضرة في نصر الوقت سوف نرى في حل وجهه وفي حلقه سبق شرحت تفاصيل كامل في الفيديو كنت نزلت السنة ببيضة واحدة كان نجاح وكان نجاح معهم لأنه مكونات بسيطة وكي جيل ديد كما قلت لكم تقدروا تعمل الفانيس تقدروا تعمل قشورة الليمون شوفوا معي هنا وحدة اخرى ومتدرب الفيديو شوفوا معي واحدة توقوب صغيرة ومباشرة دميزة ومجهدها ومتدرب الفانكيك لا تشغيل البانكيك توقوب فمتدرب الفانكيك وقم بخضرة وصفة صغيرة لا تستخدم الطريقة ولكن قطف الطيب سأكمل الكمية ونقوم بشكل نهائي وكما تلاحظون في المنار الفيديو يجبون خفافين خفافين بثائف يعني بحال تقولوا مخدومين ببيطات ماشية بدون بيض وحتى بدون بيض يعني نعمل الكيكا بدون بيض يعني بثائف الحواج اللي كي ستقلنا بدون بيض ليس ضروري أننا نحتاجوا البيضات في أي وصفة دينا حتى البريوش كنعملهم بدون بيض عندي بثائف دل وصفات أنا بدون بيض في القناة كما كنتشوف معايا يجبون خفافين بثائف وبالنسبة للتزيان يعني كتختلف من كل سيدة هنا يعملت شوكولاتة للدهن ملفوقي زينتها بالكرز المجفف ومثل شوية اللوز إفلي تزيين كما كان قولكم دائما كيبقى حسب الضوء تقدروا تخليهم كيفما هم يعني كيفما كانوا عندي في التبصل في الأول تقدروا تعملوا التزيين العادي اللي هو معروف أنا قدي نوريكم الشكل دياله اللي هو بسيط جدا نحن يعملوا لحسب الأطفال ديالنا باش أنهم كي يأكلوا الحاجات يعني قد مزوا وقت الطبلاء قد مزوا وقت الحجارة للأطفال كيتير لهم تبهدي وصلنا إلى آخر الفيديو وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله وكنتمنى أنكم تبرتجي الفيديو مع الأصحاب ديالكم وإلى اللقاء